بس هسأل السؤال ده لو أنا منصق وبعت للإدارة المركزية أو غرفة عاملة المركزية هبعتلكم مثلاً النهاردة تردوا علي أنت كتبليه خلال يومين بيترد وإحنا بنرجع نقولك ها بالظبط كده ده حقيقة فن ده حقيقة ويعني حقيقة يعني لو بعتت أنا مثلاً في ناجع كذا 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 بعيد في بلدنا في الصعيد وبعت للإدارة المركزية يا جماعة إحنا في عندنا مثلاً في 15 حالة كذا وفي 16 حالة كذا وفي 20 وفي كذا وكذا كذا هبعتهم النهاردة تردوا علي بعدها بـ 48 ساعة ده الواقع اللي إحنا شغالين بيه ده الواقع اللي إحنا شغالين بيه ده الواقع على الأرض وعشان كذا بقول لها كهو مجهود جبار من المنصقين على الأرض من الفرق التبية وبرضو أرجع أقول لحدها كتاني متطوعين كلهم معظمنا أطباء الطبيب ده بيبقى وقته شوية يعني دي لأنه أنا عندي شغل يعني شغلي في أماكن سواء أنا في الجامعة أو مستشفيات وزارة الصحة فالشغل بتاعنا كريتيكال شوية ولكن كل الناس متبرع بوقتها وإحنا عندنا كمان أعداد كبيرة جدا من الأطقم الطبية اللي حب تنضم لحياة كريمة ويمكن أنا بناشد كمان يعني زملائنا الأطباء والتمريد والأطباء البيطارين في القرى والنجوع والأماكن النائية إحنا يعني نتمنى أنتم تتعاونوا معنا ونتمنى أنتم تبقوا موجودين معنا لأن إحنا ممكن نعرف نوفر إمكانيات ولكن العمل البشري ده مهم جدا وحلاك عارف إن إحنا شوية عندنا نقص في العمل البشري في المجال الطبي فإحنا مش لازم أبعد الدكتور من القاهرة عشان يعالج ناس في أصوان في حين أنه في أطباء هنا أنا عايز ناس من أهلينا لفي أصوان فإحنا يعني وفعلا تم استقبال ناس ومنظومة الخائمة على المتطوعين في مجالات المختلفة طب معلش هسأل سؤال برضو يبدو غتيتا يوسف المنصق بتاع نجعي كذا بعت الحالات خلال يومين ردوا عليهم من الإدارة المركزية هنبدأ نقوم باللازم بدأتوا تقوموا باللازم حالة المريض لو افترضنا أنه مثلا محتاجة عملية ما من وقت ما يوسف هيبعت الحالة لحد ما المريض بإذن ربنا سبحانه وتعالى يدخل غرفة عمليات بيبقى لها زي service level مثلا يعني قول الله في توقيت لا يزيد عن كذا وطبعا أكيد ده تبقى للتقرير الطبية وعلى حسب حالته بس بتبقى قد إيه بنصنف الحالات يا فندا يعني المجلس الاستشاري الطبي ده بيصنف رينا على الحالات في حالات مثلا بيجينا وسط الأسبوع مش هتستنى اليوم الثلاثة عاقل فبنخش على طول وبيتم منعقاد اللجنة على يعني على اجتماع يعني على الانترنت بحيث أن هما يبتوا في الحالة سريعا ويقولوا أن هنوجهها ازاي أو هنعمل ايه فاحنا بنصنف الحالات بحيث أن أنا في حالة إحنا كمان أطباء فبنبقى عارفين دي حالة عجلة فلو حالة عجلة ما ينفعش أنها تمشي في التراك الطبيعي بتاعني هو ليسا يروح العيادة في المستشفى ويكشف ويعمل أشعاعات يعني في حاجات بتاخد وقت وفي حالة بتبقى لا ممكن تستنى ومشي في التراك فأنا متطمنة عليها إنها مشي في التراك الطبيعي ونحالة صحية أنا ببقى متطمن بالزبط أنا بتكلم ده في إطار توجيهات رئيس بالقضاء على قوايم الانتظار يا فاندم إحنا بس يعني أنا بقى يمكن من المبادرات المهمة اللي لازم أشيد بيها لأن ده في صاميم عملي هي فيروس سي طبعا فيروس سي في 2016 أو 2015 2014 كان كابوس كان كابوس وكان العيام بيجينا بنبقى خلاص إحنا عارفين هو ماشي في سكة إيه وخلاص ما بنتكلمش كتير دلوقتي أنا بقى بيجي أنا بقيتش بشوف فيروس سي بس لو جالي عيام فيروس سي إحنا بنديله دواء زي دور البرد طريقة حتى التعاون معين آه ده فيروس سي ما تقلقش عادي فالكلام ده شفناه بره كانوا بيبصوا على التجربة بتاعتنا هما ما كانوش مسدقي ولما دلوقتي بقينا في أي مؤتمر علمي بيتجاب كلمة هباطايتس سي لازم تذكر مصر لأن احنا كنا دايما بيتم ذكرنا كالدولة الأولى في هباطايتس سي وكان بيدرب بينا المثل على مستوى العالم على مستوى العالم بيدرب بينا المثل رسميا أن احنا دولة رقم واحد في هباطايتس سي دلوقتي بقى بيدرب بينا المثل في مؤتمراتنا العلمية وكل لقاءاتنا الدولية أن احنا رقم واحد كقضاء خلوة من المرض بعد ما كنا نمرة واحد بالمرض دي حاجة احنا بالنسبة أنه كناش مصدقينها يعني عشان أوفر دواء وكان غالي ساعتها أول من يزل غالي جدا جدا وكان في دول أوروبا غالي جدا جدا والتأميم ما كانش بيقدر يتكفل به فكنا بنحكي له منه ده موجود في مصر وفور فري يعني لكل المواطنين مجانا كانوش بيصدق لغاية لما أعلنت الـ WHON مصر خلاص خالية من هباطايتس سي في ظرف سنتين تلت فدي مبادرات كلها بتدي مصداقية فاندمو اتحققت بسواد مصريين احنا محدث ساعدنا يعني اشتركوا في القناة مشقدر CSOS ved